امام عشور امام عشور انت عينك بترتاح اول ما بتشوف لعيب شبه امام عشور في وسط الملعب عينك بترتاح السهل الممتنى انا جايب له عشان الوقت برضو تلات لقطات في المباراة بمنتهى بسطة في الوقت الصغير اللي لعبه بعد التبديلة في الديئة 65 بتاعة عمر السليم اللقطة اللي ضحك عالناس كلها وخداعنا احنا وحنا عادينا بنتفرج في الهدف بتاع علم علول الراجل ساحب الاساسر بتاع علم علول الراجل ساحب الفرقة كلها ووشه ناحية جوه الملعب والراجل رح قالب وش رجل اليمين لو نجيب اللقطة رح قالب وش رجل اليمين ورح مودي علم علول الواحد وخالص خالص في المساحة ناحية الشمال الكرة التانية بوش رجله خارجي لأكرم توفيق السيست مباشر في الهدف التالي بضص هنا يا كريم الراجل جيه فاتح الملعب ناحية الشمال هيستلم دلوقتي من محمد عبد الملعب وهو باصس جوه الملعب هاتف الفريم اللي بعده هو باصس جوه الملعب انتصايد دوسها كريم اتجاه الليعب ده بقولك انه هيباصل للعب اللي جنبه اللي في وشه ده او هيغير ملعب ناحية تانية او هيرجع تاني او هيقف على الكرة شوية لا هو عمل ده كله وفجأة الكرة بايت عندي علم علوم ما تسعينيش ازاي هو عمل كده ورح قالب وش رجل ورح حطيتها للراجل اللي داخل بعدها الجوم فساهم في البري اسست بشكل مباشر جدا في كرة الهدف بانه لمسة بسيطة مريحة السهل الممتنع السهل الممتنع ازاي انا عامل سكاننج وشايف زماني ترجعات الكرة الكرة اللي بعديها الكرة اللي بعديها الاسست المباشر بتاع اكرم توفيق اسست بوش الرجل رجعنا كده اللي انت كنت جايبها دي ده هاتها تاني اه نفس الصورة الأخيرة الاسست بوش الرجل ودى اكرم توفيق انفراد من وسط الملعب تقريبا من ناحية اللي يمين اللي كامل فيها وسجل الهدف التالت السيست المنتقل البساطة برضو اي حد يا كريم سهل اقيرو عامل ايه حاطيتها بطن رجله هنا ناحية الشمال لكن الرجل اختار انه يحطها في الاوسع يحطها في الاوسع لانه عامل سكانين كويس فيحمد ربنا امام ويحمد ربنا كولر ويحمد ربنا جمهور النادي الاهلي على نعمة الرؤية اللي موجودة عندي امام عشور اقرب توفيق اللي احنا نشوفه في الديئة مية واثنين في المكان ده والسرعة دي وانه جعله جمال اللي عنده بعد الدور الدفاعي والمجودة الكبيرة اللي اقام بيه معنادي الاهلي في اللقطة دي لا لعب كبير طبعا